طيب لو اتكلم على تاريخ مواجهات الفريقين سواء الاهلي او الاسماعيلي طبعا في جميع البطولات هل نتكلم مباراة محلية وافريقية وعربية ودوري وكأس وصوبر الاهلي والاسماعيلي لابوا مع بعض 136 مباراة تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل من كلا الفريقين الاهلي فاز في 70 مباراة الاسماعيلي فاز في 29 مباراة بينما 37 مباراة كان فيها التعادل هو السماء الغلبة ما بين الاهلي والاسماعيلي اجمال الاهداف الاهلي احرص في شباك الاسماعيلي 203 هدف بينما نجح الاسماعيلي في احراز 116 هدف في مرمى النادي الاهلي لكن تاريخ مواجهات الفريقين بقى في الدوري العام في مباراة الدوري الاهلي والاسماعيلي اللعبوا مع بعض 113 مباراة الاهلي فاز في 58 مباراة الاسماعيلي فاز في 22 مباراة بينما التعادل كان في 33 مباراة عدد الأهداف الأهل أحرز حصيلة كبيرة جداً في مرمى الإسماعيلي 166 هدف بينما أحرز الإسماعيلي 92 هدف في شباك الأهلي أكبر فوز للأهل على الإسماعيلي كان 8-0 بينما أكبر فوز للإسماعيلي على الأهلي كان 4-1 طيب موقف الفريقين في جدول الترتيب طبعاً الأهل حالياً في المركز الثالث وطبعاً لمباريات مؤجلة في حال الفوز بها إن شاء الله هيتصدر المسابقة بفارق 3 نقاط عن الفريق المتصدر حالياً بشكل مؤقت نادي الزمالك بينما الإسماعيلي في مؤخرة جدول الدوري في المركز الستاشر الأهلي لايب 10 مباريات بينما الإسماعيلي لايب 14 مباراة الأهلي في العشر مباريات حقق 24 نقطة الإسماعيلي في الـ 14 مباراة حقق 10 نقاط فقط الأهلي فاز في 7 مباريات الإسماعيلي فاز في مباراة وحيدة الأهلي الحمد لله لم يخسر في الدوري حتى الآن الإسماعيلي خسر 6 مباريات التعادل الأهلي تعادل 3 مباريات الإسماعيلي تعادل 7 مباريات والأهلي في الدوري حتى هذه اللحظة أحرز 21 هدف بينما الإسماعيلي أحرز 12 هدف الأهلي مونيا مرمى بـ 5 أهداف فقط بينما الإسماعيلي مونيا مرمى بـ 18 هدف هدافي الفريق قهربة ومحمد شريف 4 أهداف وليد سليمان وولتر أبواليا 3 أهداف دول هدافي فريق النادي الأهلي والنهاردة طبعا قهربة ووليد سليمان مش هيكونوا موجودين في هذه المباراة لكن بالنسبة للإسماعيلي محمد صادق وشكري ناجيب وفخر الدين بن يوسف وقاري بابل دول هدفين فريق الإسماعيلي كل لعب أحرز هدفين وبنتكلم اللاربع لعيبة دول أحرزه 8 أهداف من مجمل 12 هدف أحرزه الإسماعيلي في الدوري حتى الآن الغيابات النهاردة فيه غيابات مؤسرة وقوية سواء في الأهلي أو في الإسماعيلي يعني في الأهلي فيه علي معلول أيمن أشرف محمود وحيد ده طاهر محمد طاهر وليد سليمان أيضا كمان محمود ده قهربة في الإسماعيلي فيه محمد صبحي حارس المرمى عبد الرحمن مجدي باهر المحمدي عبدالله عواض ومحمد صادق لعب خط الوسط بيتسو مسماني المدير الفني الجنوب إفريقي بأخود النادي الأهلي لماكن المدرب البوسني درجان يوفيتش هو المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي موقف الفريقين في جدول الدوري من خلال لغة الأرقام البعض يتوقع المباراة ممكن تكون سهلة لكن ده على الورق لكن في أرضية الملعب المباراة صعبة جدا المباراة هيكون فيها حماس وندية وقوة ما بين الفريقين خاصة أن الأهلي بيحاول يقرب من الصدارة وبيبعد في النقاط عن الزمالك أقرب المنافسين والإسماعيلي بيحاول يخرج من عنق الزجاجة والنتائج السلبية التي حققت فيه بداية هذا المسر لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر الأهلي حقق نتيجة أجابية سلاسة نقاط مهمة ودفعة قوية قبل السفر إلى الكنغ لمواجهة فيتا إن شاء الله يوم السلساء القطر